الوسط الرياضي العالمي كله مقلوب بعد وقعة بسق لاعب فنربخشا التركي على لعبنا الدولي المصري محمود حسن تريزيجي اللي احرز هدف لفريقه تربزون تركي وسجوده بعدها لله وبعدها بسق عليه المدافع التركي في وقعة مقززة وغريبة ومش مفهومة تعالوا اقولكوا تفاصيل الوقع وايه رد فعل نادي فنربخشا تابعونا للنهاية خسر فريق تربزون سبور التركي اللي بيلعب بين صفوفه اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجي من فريق فنربخشا التركي بنتيجة واحد تلاتة في المباراة لتلعبت بينهم على ملعب فنربخشا شكره من منافسات الجولة اللي 32 من بطولة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023 واحرز تريزيجي هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 80 من اللقاء من ركلة جزاء وبعد ما احرز الهدف سجد لله شكر زي عطو وبعدها قرب منه اللاعب التركي سامت اكايدن اللي بسق عليه اسناء سجوده اللقطة دي كانت حديث صحف العالم كله بعد لحظات وانتشرت على السوشيال ميديا بسرعة البر وكل الوسط الرياضي التركي ادان الوقع المؤسفة اللي ملهاش اي علاقة بالرياضة وبعد لحظات اصدر نادي ترابزون بيان صحفي وادان اللاعب التركي سامت اكايدن لاعب فنربخشا وقال هذا مسير للاشمئزاز نودين بشدة العمل اللا انساني ضد لعبنا تيريزيجي خلال المباراة التي لعبناها مع فنربخشا في 18 مايو 2023 وقالوا في بيانهم كمان انه لامر مخزن ومسير للاشمئزاز ان يبسق لاعب كرة القدم سامت اكايدن على لعبنا تيريزيجي بينما كان يسجد عقب احتفاله بهدفه نتوقع ان يتفاقل جميع اصحاب المصالح والاتحاد التركي لكرة القدم وخاصة النادي فنربخشا لاتخاذ اجراءات على الفور ندعو المجتمع الرياضي باكمله للتكاتف ورفض مثل ذلك التصرف العدواني وحماية قيم كرة القدم الحقيقية حتى يمكن اعادة بناء الرياضة على اساس الصداقة والمحبة والاحترام نريد الاحترام للجميع وبعدها اضطر المدافع التركي يرد في بيان رسمي وقال ودين الادعاءات اللا اخلاقية من خلال التلاعب بالصورة وحركتي وهو جزء من عادة الرياضي من الناحية البصرية كمان الوقع ديقت واغضبت الجماهير التركية اللي طلبوا بعقاب راضع من الفيفا والاتحاد التركي بسبب التصرف العدواني من اللاعب سامت اكايدن الغريب بقى ان نادي فنربخشا ما طلعش بيان بخصوص الوقع حتى الان وكأنهم موافقين على التصرف الغريب اللي حصل المباراة انتهت بفوز فنربخشا بثلاثية مقابل هدف وسجل تريزيجي هدف ترابسون سبور الوحيد من ركلة جزاء حصل عليها ونفزها وترتيبه في المركز الثامن برصيد 48 نقطة وفنربخشا في المركز الثاني برصيد 71 نقطة عموما ان فيفا بنسبة كبيرة مش هتوافق على التصرف غير الاخلاق اللي حصل ومن المتوقع ان يبقى في عقوبة فورية ورادعة لللاعب التركي ترجمة نانسي قنقر